يعني أحضرني كلمة كنت عايزة أقولها بس مش هقولها بس هي جديدة فاللي عارف أنا كنت أقول إيكتف في التعليقات من أكتر النساء اللي تقول كلمة الحق ولا تخشى لوم تلائم كاريزمة أوي رومانسية باعتدال نارية الطبع وصعبة أوي تبكي على خسيس الكلام عن الفارسة القوية العنيدة أنسى برج الحمل النار يلا بينا أهلا بارو عناس في الدنيا برحب بكم ودعو المشاركش أشترك كالعادة عشان يتابع معنا وجدي عرفنا بنفسه راح حبيب نكمل سلسلة نساء الأبراج واليوم موعدنا مع أنسى برج الحمل النار واحدة من أقوى وأفتك وأعند وأشرص وأجرأ نساء الأبراج وبنات الأبراج على حد السوا فخلي بالكم إن إحنا بنتعامل مع أنسى نارية المعاملة كمان يعني ممكن تبقى عسل وممكن تبقى صبار هي دي أنسى الحمل باختصار أنسى برج الحمل ما عندهاش بين البنين ولا اللون الرمادي ده تعرفه إطلاقا لذلك من أشد النساء صراحة معاك في الحب وغير الحب يا طيقاك يا مش طيقة أهلك يا قبلاك يا مش قبلاك يا بتحبك وبتموت في دباديبك يا ما بتتصوركش تتصور العمى ولا الخلق بتاعتك دي وإحنا في البداية كده عايزين نشوف بقى الحمل مسيطرين ولا لا واللي بيحبوا الحمل قد إيه فنغبط اللايك المتين ونعمل شير لكل أصحاب الحمل ييجوا يغبطوا اللايك المتين ويدونا تعليق حلو كده في التعليقات ويقولونا رأيهم الأنسة دي كاريزمة أوي يعني أنسة الحمل من النساء من غير ولا كلمة من غير ولا حركة هي أنسة كاريزمة لما أنت تبص لها تتشد كاريزمة يعني تشد يعني كاريزمة يعني تشدك فيها شوية كده طبعا من البرينسس يعني فتشدك أوي أنسة برج الحمل ومن البداية تحس إن هي قوية الشخصية ومندفعة ونارية يعني أنت عمرك ما هتاخد إحاء عن أنسة برج الحمل إن هي هادية أوي أو إن هي لينة الطباع أوي وإلا تبقى أنت عندك حاول يعني عندك حاول في عينيك شايف واحدة تانية وبتهيألك إن أنت شايفها تبيع بسهولة أوي تدي أوي وتأخد فجأة أوي ممكن في البداية تعتقد أن أنت قدرت تخدع أنسة الحمل يعني لو أنت شاب من الشباب أو الرجال مثلا اللي هي لها باع مع التعامل في عالم النساء ورسمت الدور حلوة أوي مع أنسة الحمل حتى وعلقتها وإعتقدت أن هي وقعت فاللي أنا عايز أقوله لك الأنبلة الحقيقة الصادمة أول ما تكتشف أن أنت خسيس خلاص هي من أشد نساء الأبراج اللي تبيع بسهولة وكنا عملنا حلقة عن الموضوع ده قبل كده والحمل جات في القمة في نساء القمة فتبيع بسهولة وما تبكيش بقى مش من نوع اللي يبكي على خسيس أو أن هي تقعد مضيعة عمرها كله في الندم عليك يعني وانتظارك والعودة وإلخ إلخ إلخ الدحكة بتاعتها ممكن تكون جرحة دحكة أنسة الحمل عادة عالية وبتكون قوية يعني الدحكة بتاعتها فإحذر منها لأنها بتعرف توصل رسائل من خلال الدحكة بتاعتها يعني ممكن من خلال الدحكة بتاعتها تحسسك قد إيه هي رأيها وممكن من خلال مرة تانية بتدحك تحسسك قد إيه أنت هايف وما لكش لازمة وهكذا يعني فأنسة الحمل الدحكة بتاعتها صعب إن هي تمر على ودانك مرور الكرام يعني دائما الدحكة بتوصل معنا ودائما لها مغزى مش صبورة أنسة الحمل الناري من أقل نساء الأبراج صبرا لذلك أي واحد معجب بحمل يتقدم يعني يتخلص وتقطع عرق وتسايع يحدموا يتوسع لو أنت سواء بنت أو ست يعني بنوتة لسه صغيرة أو ست تمام فإنت بقى زميل في الدراسة زميل في الأرابة زميل في الشارع أيا كان فرمشت عين نظرة فابتسامة فالحمل أبلاك ما تقعدش بقى تطول فيها أوي شغل السينما الهندية ده مع أنسة الحمل يفقع المرارة فرجاء إنجس يعني خلص وقول انت ناوي علي وأنسة الحمل تقدر أوي أن هي تعترف ليك الأول لكن طبعا كأنسة ممكن ما تعملش ده ليه بقى؟ لأنها بتحب الرجل قوي الشخصية فتقولك لما يبقى راجل الأول ويقدر يعترف لي أو يعبر لي عن مشاعره بتبقى عايزة أوي تاخد منك الخطوة دي بتبقى عايزة أوي تثبت لها رجلتك وثقتك في نفسك وتتكلم معاها ديريكت وما تحورش يعني خليك دغري زي ما احنا بنقول قول انت عايز إيه ويحابب إيه ونيتك فيها إيه وينجز معاها ممكن إن هي تبكي تعايت قدامك ينهر سويت أنت بتعتقد ده تبقى غالبان أوي في معرفتك عن صفات الحمل لو دمعت أو فكرت إن هي تدمع مش قدامك ولا تحكي لك ولا تقول لك ببكي ولا تقول لك أنا بعيط لا يمكن لا ماهو الكرامة هي يعني هي حساسة أوي صحيح في نساء ممكن أوفر أكتر منها إنما هي بدرجة عامة أو بشكل عام درجة إحساسها عالية أنسى الحمل وممكن أي كلمة يعني تأثر شوية فيها بس التأثير هنا ما بيطولش يعني مش هتقعد فترات طويلة هو لحظي وقتي تمام وتقدر بقوة شخصيتها تتعايش وتتعامل وتجاري الأحداث بعد كده إذا تخنقت وحبت إن هي تبكي أو تعيط أو كده تقفل على نفسها يا بابا ما تشوفش يعني أهوى علي أي حاجة من إن حد يشوف دمعتي نابع طبعا عن قوة الشخصية الكبيرة اللي بتتمتع بيها الأنسى النارية من الطراز الأول دي اللي إحنا بنتكلم عنها أنسى مورج الحمل الناري كل دا كوم والعندكم تاني أنا أنصحك عشان ما نقولش الله يرحمك قريب بلاش عندي مع الحملوي طب أنا بقى عايز أقنعها بحاجة عايز أخليها تعمل حاجة شوف لك أي حاجة تانية إلا سكة العند الفارسة العنيدة الاسم دا مش من فراغ ركز في معنى الاسم ركز رجاء لو خايف على نفسك يعني ولا تتجاهل الحمل هتتجاهل الحمل خلاص delete remove cancel وكأن الشيء لم يكن فانتهوى أصبحت هوى إذا تجاهلت الحملوية وإذا عنيتها تخسر بشكل كبير وممكن هي كمان تخسر لأنها متهورة في بعض الأمور منها العند والتجاهل يعني ممكن تبقى أنت عجبها وممكن بينكم وبين بعض تعلق أو أرب فتعاند فتخسرها فتتجاهل فتخسرها والرومانسية بتاعت الحملوية مش أوفر ما قدرش أقول أن هي رومانسية حالما إنما أقدر أقولك أن هي الرومانسية الممزوجة بيء الواقعية مع شوية عاطفة زيادة شوية يعني إذا قررنا أنسى الحمل مثلا بالنساء النارية في حتة الترابية للجدي والطر والعزراء في حتة الرومانسية هي أعلى وإذا قررناها بالنساء المائية فهي أقل هكذا أعتقد كده الموضوع بالمقارنة وصل اللي أنا عايز أقوله فلا تتعامل مع الحملوية برومانسية كبيرة أوي ولا تكون جاف كبيرة أوي كده تخسر وكده تخسر عشان ما طولش وتكتبوا لي في التعليقات أنت بتطول والباقة خلصت والكلام ده فأحس أنا بالزنب فما يجينيش نوم فبلاها فمش أطول عليكم يعني تمتلك جسد مميز أنسى برج الحمل بقى الجسد بتاعها قوي قوي التكوين ومتناسق بشكل كبير أوي يعني من النساء طبعا في بعض الأشياء كده مش بعرف أنا أقولها زي ما أنا عايز أقولها بس عايز أدي الإحاءات اللي تفاهمكم يعني أنسى برج الحمل من النساء اللي بتمتلك جسد جسد مجدود يعني الجسد بتاعي الحملوية بتلاقي مشدود متناسق قوي التكوين بتاعه ملفت ومميز من الآخر يعني نقدر نقول شديدة يعني أحضرني كلمة كنت عايز أقولها بس مش هقولها بس هي جديدة فاللي عارف أنا كنت أقوله يكتب في التعليقات واللي مش عارف ما يكتبش بس أنا نية إن أنا فاهمكم يعني النقطة دي أهو أتكلم عن أنسى الحمل بشكل عام في الموضوع ده ولا أقولها أقول الكلمة وخلاص إحنا عائلة واحدة ولا هتمسكولي على الوحدة أقول يعني يعني زي ما احنا بنقول كده يعني أقول أقول ولا ما أقولش ولا إيه بالظبط حاجة بطل يعني بطل ويا بطل فيها حاجة أنا استدوا أنا مكبر الموضوع بطل يعني زي ما احنا بنقول فده ده يعني ده كمان أنا كده ما قلتش اللي أنا عايز أقوله أو اللي المفروض لو أنا منصف وديها حقاها أقوله يعني ولكن هي مميزة في الموضوع ده بشكل عام وكتبوا لي بقى أراكم في الحلقة أنا بكون سعيد جدا بتعليقاتكم يعني اعملوا لايك وشير خلي الجميع يعرف مين هي أنسى الحمل مواقعنا روابطنا الاستشارات الخاصة اللي بيسأل إزاي تواصل معايا كل ده روابطه في التعليقات أو وصف الفيديو وإلى اللقاء بقى مع الملكة أنسى الطور الترابي موسيقى موسيقى موسيقى